طيب نفهم الوضع ايه والزمالك هيتحرك ازاي في هذه القضية مع الاستاذ المحترم استاذ احمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك يا فندم مشرف ومنور سعيد بتواجدك معي الله يخليك تسلم كابتك كريم ربنا يخليك والف شكر وبحييك على وجهة نظرك دي لان فعلا الوضع يعني حاجة حاجة غيز وحاجة دايق ولو حتى مش هنتكلم ككورة هنتكلم في الاقتصاد احنا في عمس في الحاجة لاي دولار النهاردة في ظل ظروف اقتصادية صعبة في استيراد مواد غزائية وادوية وغيره فاعتقد ان احنا كن اولى بالفلوس دي كمصر اولا وكنادي الزمالك ثانيا يعني هتفق معاك مليون في المياه والزمالك طيب الوضع ايه حاليا الزمالك هيتحرك ازاي الفترة اللي جاية عشان دي حاجة اكيد هتقلق جمال الزمالك يا جمال الزمالك لا لا بص هو الصبر النهاردة تفهم غلط ما فيش جديد هو نفس الايقاف القيد اللي اعلن عنه في بعين الاسبوع اللي فات هو هو بس هو نزل على موقع الفيفا النهاردة وفكرة ان هو فترة قيد او اتنين او تلاتة او ده كله مش مش هيفرق معنا لان احنا الهدف هو فك القيد بصفة عامة بالتفاوض مع اللعب وجدولة المديونية بغض النظر بقى يبقى فترة او فترتين لا احنا ان شاء الله الفترة القادمة تكون في اغسطس ومن هنا الاغسطس يكون باذن الله وصلنا الحل مع محامي اللعب عظيم جدا يعني انتوا وصلين دلوقتي او مش وصلين يعني ان دلوقتي في مرحلة حديث مع محامي اللعب ومفاوضات معاه لجدولة المبلغ بالمفروض انا فاهم صح بالزبط الجدولة دي هتبقى العدد ساعة او هو فيه ترحيب بالجدولة ولا ما فيش ترحيب مبلغ لسه طبعا هو الحكم لسه يعني بقى له ايام او يعني الحكم النهائي فقدامنا وقت زي ما قلت لك الوقت لسه ثلاث شهور او يمكن اكتر لحين انتهاء الدولة المصري وفتح فترة القيدة الجديدة فطول الفترة اللي جاي ان شاء الله يكون فيه شغل مكسف على الموضوع ده والمفروض عندنا بكرة كمان تشيكو فنتمنى تكون النتيجة يعني في صالح ناري الزمالك عشان ما ما يبقاش برضو مبلغ اخرى بتنفق في في الارض بالمنظر ده انت بتقول نتمنى نتمنى دي وبصوت اقل شوية نتمنى معقلك شديد يعني انه وارد انه لا يعني عسين تعرف اي حاجة منظورة عمالك بضاء انت بتبقى حاطت كل الاحتمالات يعني ما تقدرش تحدد موقفة غير لما يصدر الحكم فا اه او يجي الرد او القرار النهائي فا ربنا سهل طيب اتمنى ان شاء الله وبنؤكد برضو المجلس زي ما حل الازمات السابقة يحل الازمات اللاحقة باذن الله بس يعني كان الفرق النادي اولى او الستمار في النادي اولى او البلد نفسها اولى بكل الاموال اللي بتروح حضر دي طيب استاذ احمد ببساطة برضو لك وترسه بقوله من شوية اكيد في حد مسئول هيتحاسب بشكل او باخر ده بيحصل هل مجلس ادارة الزمالك ساعد الامر بشكل معين هل الزمالك بيقول والله يا جماعة اخد بالك ده غلطان ده غلطان ان شاء الله موظف على فكرة انا برضو عشان الناس ما تفهمنيش غلط انا مش شرط اكون محدد شخص عشان ما عنديش المعلومات او الاوراق كاملة بس اكيد في حد مسئول انا بس عايز اوصل لحد مسئول يا سيد زحمد اصل بص يعني عايزين نفرع ما بين المخاسبة على القرارات الخاطئة اه او اللي هي ما كانش مؤفقة تماما ودي كل المجالس الادارات وكل الادارة العالم اوارضة لها انك تجيب لاعب بصفقة ما يحققاش نجاح او تجيبه بسعر عالي او غيره دي فيها كلام كتير طبعا لكن اللي حصل في قضية خالد بطيب وقبل كده في شيكبالا واتشنبونج وباتشيكو وموسيق عيدي فريرة يعني وزيره كتير يعني يمكن الزاكرة خلاصة ما بقتش يعني كانوا 14 قضية ودي قضية وفاتشيكو قضية فبنتكلم في عدد يعني لا ينتهي من القضايا دي كان فيها اخطاء ادارية فادحة تستحق المسألة يعني انا ما عنديش فكرة هل في بند في القانون يحسب الادارات السابقة على الاهمال الجسيم او على الاوضاع اللي زي دي لكن الوضع حتى حكم المحكمة نفسه فيما يخص خالد بطيب كاشف لمدى الاستهطار او الاستخفاف بانهاء التعاقدات مع اللاعبين يعني انت اي حد بيتعاقد معك سهلي جدا انت نجي لو هو مش موفق في اول سنة عادي بتقعد معاه وبتحاول تخليه سيف جزء وانت بتتفعله جزء مثلا كاش بتشجعه بي يعني الامور بتتحل بالمصداقية الاول لكن كل حد قبل عقده كده تقوله مع السلامة ويجي بعد 3-4 سنين كأنه بيدخل فلوسه عندك بفوائدها ويجي اخد اضعاف في المبلغ ده اعتقد ده يعني اهمال يعني لافت للنظر يعني حاجة موسيفة صحيح طيب السيد احمد كان معايا مبارح دكتور حسام المندوه رئيس البعثة بعثة نادي زمالك في غانا وسألته على احتفال مصطفى الشربي قال لي هنبحث الموضوع ونشوف لو في مشكلة نتعامل مع اللاعب في هذا الشربي هل حياته في هذا الامر هل الموضوع خدمي ساحة في فيديو حسم الامر ان مصطفى كان بيجري على مدرج اللي فيه كابتن حسين لبيب رئيس المجلس ودكتور حسام وشيكبالا والفيديو كشف ان اللعيب بيختفله بيخبط على خدره ان يعني الزمالك في القلب او ان هو يعني بيعني ده اتفاق بينه بين شيكبالا او حاجة لكن مصطفى العيب محترم واخلاقه عالية جدا وتعرض لضغط اعلامي يعني قوي جدا في فترة اللي فاتت بسبب انه لسه كانت لسه راجع من الاصابة وراجل عمل اسيست وجاب جون فيستحق ان شاء الله كل التهنية يعني الفريق كله كان رجالة واستحق كل التهنية كله صحيح